السلام عليكم بخلطة للبط جميلة جدا جدا ممفيدة فيه جدا الخلطة النهاردة تبقى حلبة وحبة البركة مع بعض مغليين على النار انا كنت مصورها بس للاسف اتمسحت من عندي من على التليفون علشان التغزيم بتاع التليفون كان مليان زي متو شايفين كده طبعا انا غليت الاتنين مع بعض وحطتهم في الجردل البط يشرب منه البط ده جماعة عمر شهرين ما شاء الله كده زي متو شايفين ربنا يبارك يا رب لازم ان تعمل على اقل الخلطة دي لو هي مرة واحدة حتى في الاسبوع بس لازم تعمليها مفيدة جدا 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 للبط فيها مناعة وفيها غزة وكمان بتعمل بتزود الوزن بتاع البط وبتخلد الوزن بتاعه كويس جدا جدا معاك اعمليها مرة واحدة بس في الاسبوع وان شاء الله هنعمل مع بعض هنبدأ مع بعض كل اسبوع هنعمل لهم خلطتين تلاتة وان شاء الله كده زي متو شايفين علشان طبعا نزود الوزن بتاعه وفي نفس الوقت البط معانا يتقل منه هو صغير بس طبعا قابلتني مشكلة تانية زي متو شايفين كده شايفين طبعا هو بيشرب ازاي لو انتوا لاحظتوا البط اللي وقفة بتشرب ديت هتلاقوا الجناح بتاعها متاكل يعني الجناح بتاعها متاكل من ايه بقى؟ فيها عندي دكر البط كده بس هو يعني عمر اربع شهور الدكر ده بهدل البط يعني هو نط في العشة ديك بتاعت البط ده ومسيكل البط بهدلهولي خالص زي ما انتوا شايفين كده بهدله خلاص يعني بهدله خالص طبعا زي ما انتوا شايفين طبعا زي ما انا قلتلكو الدكر ده بهدل البط ازا كان البط اللي على السطح او البط اللي في قلب العشة بيدخل لهم بيبهدل لهم الدنيا بيبضل طبعا شايفين جناح البط يعني مناش عارف اقول ايه يعني الحمد لله طبعا انا طبعا هعالج الجناح البط هكتم الدراع الدم اللي بينزل دوت هكتمه بلبون وهحاول بقدر الامكان ان انا ابعد البط عن البط دول دلوقتي علشان خاطر طبعا اه ما يبدأوش هما كمان ان هما يفترسوا اه 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 جناح بتاحها وكده يعودوا ايه يكلوا فيه كده طبعا عشان طبعا طول ما هما بيدقوا طعم الدم هيفضلوا ان هما طبعا يعضعها طبعا زي ما انتو شايفين كده طبعا يعني عاوز اقول لكم لازم تعمل الخلطة ديات اه للبط حتى لو هي كل اسبوع هتعملها له مرة واحدة اختاري بقى تعمله في اول اسبوع وفي نص الاسبوع وفي اخر الاسبوع باذن الله نبتد مع بعض نعمل خلطات طبعا بتاعت البرد بقى للبط بالاعشاب الطبعية وكمان بالعلاج يعني حاجات كده باذن الله باذن الله يعني اه هتفيدك جدا 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 في الطيور بتاعتك اه هتجدهم مناعة اه هتدوم وقاية طبعا عشان البرد طبعا انتو عارفين ان نفصل الشيطة خلاص على الابواب يعني الجو بدأ كمان ان هو يغير بقى فيه بالليل نسبة برودة ونسبة رتوبة اه فان شاء الله ان شاء الله كده هنبدأ مع بعض كده نعمل ان شاء الله لو كل اسبوع اه نعمل خلطة او خلطتين للبط بتاعنا اه ونشوف هم النتيجة بتاعته هيحصل معانا ايه بس انا عاوز اقول لكم النتيجة اللي هي بتاعت الحلبة والا وحبة البركة بتحطهم الاتنين مسلا اه في كانكا كده على النار او في حلة تغليهم بتغلون كويس جدا وبعد كده بتغدي تصافي تصافي الحلبة وحبة البركة في جردل او في حاجة طبعا بتاع البط وبتاخد الحبيباب بقى اللي هي البزر بتاع حبة البركة وبتاعت الحلبة بد فيها اه في الاكل بتاع البط عاوز اقول لكم دوا بيدي مناعة قوية جدا 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 بالذات حبة البركة لان هي اصلا رفع مناعة طبيعي اه وكمان الحلبة بتزود اه في الاوزان يعني اللي اتنين حاجة جميلة جدا ومفيدة جدا للبط زي ما انتو شايفين كده ما شاء الله عاوز اقول لكم بقى اه اه احنا بنتكلم كده اللي اول مرة شوف قناتي يا ريت انزل اشترك فيها وكمان تفعل الجراز على الكل عشان يوصل لك من القناة كل جديد مو بتنسيش تعملوا لايك للفيديو ده اهم حاجة عملوا لايك للفيديو طبعا اه فضلا مني كلايسة امرا ان تعملوا لايك للفيديو وطبعا البطة اللي هي معدودة في جناحها ديات انا حاول ان انا اعالجها يعني اكتم لها الدراع دوا بالبن وبعد كده الفهولة ببلصة الابيض عشان خاطر طبعا ما خليش البط اللي معاها اه تجيلوا حالة افتراس لان طبعا كل ما هو هيدوق الدم اه هي يعني هيبقى عنده نعم الافتراس فهيبقى عاوز يدوق تاني فطبعا نازم الحاجة دي يعني الجناح بتاعها الاول يتغسل كويس وبعد كده يتنشف ويتكتم بالبن وبعد كده الفه ببلصة الابيض علشان خاطر طبعا البط اللي معاها ما ياخدش بالو بياخدش بالو من الجناح بتاعها هو في دم يبدأ هم كمان يشدوا في الجناح ويبدأ عنده يبقى عندهم افتراس دو نقطة مهمة جدا لازم ان تعملها لو فهى عندك افتراس اه في الطيور اغسل الجناح الاول بالمية وبعد كده اجتميها بنبن والفهى ببلستر ابيض لغاية لما ترق خالص علشان طول ما البط قدامك شايف حاجة فيها دم احمر لازم هيجر وراه لازم ان هيعود يشدوا ببعض. آآ عاوز اقول لكم ان هو خلاص البط بتاعي خلاص هو كده آآ يعني ما شاء الله ربنا يبارك بدأ ان هو خلاص يقفل ريش خلاص اهوت طبعا احنا عارفين انه الدكورة بتقفل آآ آآ النوتي النوتي بتقفل